أهلا وسهلا بكم ببدويترايدز اليوم عندي شو كتير حلو بنا نحكي فيه عن خمس أمور يجب أن نرقبها هذه الجمعة مع البيتكون والكريبتو بنا نحكي فيه عن السك عن احتيات الفدرالية عن الـ ETH Merge وكتير أخبار عن العملات مثل معوادكم انا يوميا بدي لكم أخر أخبار الكريبتو اشتركوا اشتركوا في القناة و دعونا نبدأ أول شي بدي أعتذر منكم انه مبارح ما قدرت أعمل فيديو مش عم بدر أعمل كل يوم فيديو كامل سبب انه انا قلت لكم اني مسافر ومش وما كان عم يكون عندي اكسس على الانترنت بس عم جارب قد ما فيه ضلني اعملكون أبديتز يوميا خلينا نبدأ بأخبار البيتكون البيتكون صعد لتنين وعشرين ألف وثلاثمية اخر مرة طلعت على تشارتز صعود كتير كتير كبير وبقيت الكريبتو اللحق هذا شي كتير مهم ولكن الـ ETH الآن يقوم بإثيريام حاليا يقوم بإثيريام نعرف انه لدينا الآن قريبا مع هذا كله يقوم بإثيريام يقوم بإثيريام يعني أبطأ من البيتكون بها السعود أحد الأسباب للمإثيريام انه في عالم كتير مفكرة انه بعد تطوير الـ ETH قريبا لحيتم انلوك أو فتح على العملات اللي كانوا مسبتينة قبل الـ Merge اللي عم يأخذوا عليها فواد وكتير عالم لاحب بيع هذا مغلطة وأنا فسرتها قبل لا كتير عالم لاحب بيع والفتح لاحب يكون إلا لبعد وقت هذه أول شغلة ولكن الشغلة الثانية والأهم كتير عالم خيفين انه أول شيء يمكن الإثيريام لا ينجح الـ Merge ويكون هناك صعوبات والشغلة الثانية في عالم كتير مفكرة انه طلع السعود اللي كان لازم يطلعه الآن العالم بعد الـ Merge لحيبال ما يبيعه كل هذه المخاوث قلت له عم قلة الزخم بالـ ETH حتى FTX CEO رئيس مجلس إدارة FTX هذا الملياردار اللي كان عم يجارب يشترك كل الشركات شو بيقول عم بيحذر انه الترانزيشن تبع الـ ETH من E-Proof of Work لل Proof of Stake نوعية التكنولوجيا لحيك يمكن يكون فيه اشياء صعبة ستسمعها من أكثر من حدا وهالصعوبات ستقدي لهبوض السعر غير هيك شو في أخبار غير نحكي عن خمس أمور لازم نعرفهن عن البيتكوين هالجمعة البيتكوين صحيح انه صعدت لـ 22300 بس في كتير أمور لازم نرقبها هالجمعة أحد الأمور اللي لازم نرقبها الخطة 23 ألف دولار كتير من المحللين عم بيقولوا 23 ألف دولار ما لح تقدر نكسره لح نرجع نرتد منا لح ادخل بالعمق بعد شوية عن مين اللي عم بيقول هالأمور بنا نطلع عنا أرقام الـ CPI اللي حتطلع بكرة أرقام التضخم المالي إذا كانت الأرقام أعلى أو مثل أو بنفس المسافة في شهر الماضي هالشيء سيكون كتير سلبي على أسوال لحي يعطي ضوء الأخضر للأحتيات الفيدرالية يزيد الفوائد بينما إذا كان أوطب من كتير أو هبوط كتير أوي للـ CPI أو رقام التضخم هالشيء سيكون إيجابة كتير لأنه مش مضطر الأحتيات الفيدرالية يزيد الفوائد بشكل كتير كبير هذا الرقم يجب أن نرقبه كتير كبير بعد الثاني نهار لدينا إثمرج تطوير الإثيريوم سيأتي أحد أهم الأحداث التي نواجهها هالسنة وبالكريبتو من زمان إثمرج تاني أهم عاملة بكل كريبتو فهي تعمل لكل الألت عم تتطور وتنتقل من Proof of Work إلى Proof of Stake خاصة إذا صار مشكلة أو تم تأجيل أو حالة شغلة صارت هالشيء سيؤدي له هبوط كتير قوي ويجب أن نرقبه لدينا ديكسي ديكسي هو قوة الدولار الأمريكي كثير أمور عم تأثر عليه إذا قوة هبطت شوية كثير أمور ستأثر عليه الـ ECB European Central Bank يقرر أن يزيد الفوائد ولكن لا يزيدها بزخم كثير بينما الأمريكان يزيدوا الفوائد صاروا قريبا 0.75% 90% من العالم 0.75% هو الرقم الذي يزيده هذا سيؤدي لتقوية الدولار الأمريكي على حساب الأمريكي أكثر وهذا سيحبط أسويق الكريبتو وهذا يجب أن نرقبها بشكل كثير مهم غير ذلك لدينا كثير من أن يتحدث أكيد يتحدث عن الثالث 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 نرى بعد هذه الجمعة إذا سيحبط هذا من ناحية الخمس الأمور التي يجب أن نرقبها أول نقطة كانت أن كثير من المحللين يقولون الثالث 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 أنه يجب أن يحبط أماكن كثير كبيرة وبدأ يعمل الخمس الأمور ومشهور بهذا وحصل معه الثالث 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 توقف يسعد لتقريب 22500 و23000 قبل أن يكون فهل يسمعونه ، لأنه كان موحاق ترجيح كثير من العالم ين يسمعونه هذا كمانended زيانة الخوف بها الأمور غير هيك شوفي أخبار ساك وجاري جانسلر جاري الوصيخ عم يفتح مكاتب مكتب جديد لحتى يسيطر أكتر على الكريبتو أسيتس خاص بدو ياخد كذا يعني كل حدا عم يعمل هو برأيه عم يعمل لونج لعملة هو برأيه تحت سلطة لحيخده على المحكمة وعم يفتح مكتب خاص بها الأمور جاري الوصيخ مثل العادة مش طايق الكريبتو بدو يفرضها تحت حكمه غير هيك Polygon عم بيكبر بشكل كتير كبير Polygon بالرغم من البيار ماركت بالرغم من كل شي عم يشتجل بشكل كتير كبير بالبيار ماركت عم بيعمل هلا عم بيوظف 200 شخص بالأشهر القادمة لا يوسع الشركة أكتر لأنه عم بيجيب كتير مشارية على ال Polygon Matic Network وهذا شيء كتير كتير إجابة إلو Solana Layer 1 Solana من أهم Layer 1 حاليا بسوق عم تعمل وسط NFT Mints يعني بيظل بيظل سوق NFT هابط كتير عملت أعلى نسبة مبيع للNFT بتاريخ السلالة هالشي كتير كتير إجابة وساهم بصعودة اللي شفناه مؤخرا آخر شيء بدي فرجيكم آخر شيء بدي شارككم بقصة على التبني كيف عم بيزيد أكتر وأكتر تونجا عم بتفكر تعمل Bitcoin Legal Tender بلد تاني عم بفكر يعمل بيتكوين عملي سابتي لإلو هالشي عم يفرجينا قدية عم بيزيد التبني عم بيزيد الدول اللي عم بيستعملوه و عم بيزيد أكتر وأكتر اليوز كيس سيناريو طبعه بالمستقبل هالا كل شيء أنا عندي اليوم بالفيديو إن شاء الله بسطتوا فيه إذا بسطتوا عملوا لايك عملوا سبسكراب للشانل والحقوني على تويتر و تليجرام وأنا بشوفكم قريبا بفيديو جديد وماركت أبديل جديد ترجمة نانسي قنقر